كان من أمنياتهم هدم قبة قبر النبي بل أكثر من ذلك من أمنياتهم هدم المسجد النبوي وإخراج قبر النبي وقبر الصحابيين من المسجد يعني عزل هذه المنطقة وهدم الجدران يعني إخراج هذه المنطقة وهدم القبة الخضراء وإخراجها من المسجد لأنهم أيضا يعتقدون بأنه بأن الصلاة فيما كان فيه قبر أيضا هذه بدعة وإذا تستتاب وإلا أيضا تقتل وهكذا